السلام عليكم كديري اللبس عليكم تمنى تكونوا كاملين باخير وعلى اخير اليوم بغد نتشارك معاكم واحدة الوصفة سهلة وقتصادية في البداية الصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين على بركة الله عدنبداو في طبق دي اليوم هو رغيفة صغار معسلين كيجيو اهجاش ومنفوخين ومورقين بطريقة سهلة ومكوينة اقتصادية تقريبا كتكون متواجدة عندك في المنزل نتمنى الطبق ديال اليوم اليوم الاعجاب ديالكم ومنكنش طولت عليكم انتما كما كتشوفو مهايا كما كتشوفو مهايا شفتوها مهايا مورقة خفيفة شاهية مهسلة كتشير رائعة رائعة روها ما تشبعوش منها وكتتحضر في وقت واجيت واحد نصف ساعة تقريبا كتكون عندكم واجدة وبصحة والراحة الضيوف ديالكم الوليداتكم العراضاتكم في اي وقت بغيتوها وحتاجتوها كتوجدوها بصورها القسكرات في الاعياد في اي مناسبة بوتو توجدوها كتحضروها بصورها وكتبقى هاكدا منفوخة ما كتحبطش ومقرماشة في الحقيقة عجبتني بزيف وبغيت قررت نشاركها معاكم انتوما كما كتشوفو معايا كنضغط عليها كتجي خاوية ومقرمشة وشاهية ومنفوخة مورقة ما كتشبعوش منها وبصحة والراحة هادي نبقى معاكم مع المقادير والطريقة ديال التحضير ديالهم المقادير هم تلسة الكووس ديال الدقيق ديال الحلويات كل كأس كيوز 200 جرام 300 جرام ديال الدقيق معلقة صغيرة مع مراش ديال الملح نسمعلقة صغيرة ديال سكر الخشين سنيدة كيس ديال المدافي معلقة كبيرة ديال الزبدة حيوانية واي زبدة كتستعمليها معلقة ديال الخل كبيرة واحد الكيس ديال الفاني 8 جرام وكيس ديال بيكيند باودر الخمرة 8 جرام هادهما المكونات اللي غنحتاجوا وغنحتاجوا من بعد التوراق مايزانة كيما كتشوفو اهو نشط دورا عادي نبدو على بركة الله كنحطروا في المكونات ديالنا كنبدو بدو كتلسة الكووس اللي عندنا ديال العنبا كيما سبق لي وكتليكم وعد نوضعو خمارة ديال الحلويات بيكيند باودر 8 جرام ووحدة الفانيل لنكهة 8 جرام تاهية وهنا معلقة صغيرة ديال الملحة مع مراش ونصم معلقة صغيرة ديال سكر الخشين سانيدة ونضيف معلقة كبيرة ديال الخل ونخلطو المكوينة نتعنا ونوضعو معلقة كبيرة ديال الزبدة أنا وضعت الزبدة حيوانية اللي عندي ونتوم ممكن تستخدموا أي نوع الزبدة اللي كتستعملوا شي مشكل من بعد مجانس الخلط نشدك الكاس المادة في الحنبة ونبدأ نوضح الماء شوية بشوية حتى كتش معلية العجينة ما تكون خاصحة بش تجيه الشيشة وما تكون مرخوفة بش ما تعدبناش في الخدمة تكون مصطة بحد العجينة ديال المسمن لما هذي نسالي الجمع ديال العجينة منطول ش ونطلق ونطلق كما تشوف معيان بعد مسالية العجينة ديالي كنوضح حفظة العمل باش نورقها طبعا مع ميزانة ودل كتش لغا نحتاج ميزانة ودل كنوضح ونورق ونرش ميزانة نورق ونرش ميزانة حتى نسالي الخدمة ديالي ميزانة نضيف ونطلق ميزانة ونطلق عجينة ميزانة ونطلق ميزانة ونطلق في واحد البلاستيك غدائي ونخليها واحد ربع ساعة باش تطلق وتعطينا الطور وما تعدبناش في الخدمة من بعد ما الطلقات هتنبدأ نورقوها بدل لكو ميزانة هاتش لغا نحتاج طبعا هم بعض القطاعة واللاموس سكين وميزانة النسالي ما عندهم شميزانة هي نشط دورة مكتشوفو معايا هي كاز عطانا الطوع وكرشو ميزانة وولي ونحاودو ندلكو ونلويوها طواوها على جوج هنتمو باش كندلقوها مزيان باش كتورق زيت تورق مزيان باش فاش نطيبوها نفس الطريقة كنديرها كنبدأ نورق وندير ميزانة نشط دورة ونصرح ونصرح بالدلاك ونصرح ونشط دورة ونصرح بالدلاك باش كتجي مورقة حتى كندير في الاخير شكل مستطل هاتي نقص عليكم هادا طول الفيديو وارجع معاكم بعد ما ورقتها لشكل مستطل كنجيب القطعها وكنبدأ نحيد دوك الشوائب وكنزيادات وكنوضحهم في ميكا بلاستيك غذائي وكنولي نعاود نخدمهم من بعد فاشكن سالي هاد حانتما كيما كتشوفوا معايا وضعتهم في ميكا باش يبقوا باش يبقوا الصالحين هنا كنجيب مستطرة وكنبدأ نقطع على حساب طول اللي اللي بغيت طول والعرض هنا درس انا الطول اكبر من العرض درس طول ثمانية والعرض ستا تمو ممكن تزيدوا ممكن تنقصوا على حساب الرغيفة ديو لكم وش بغيتهم موسطين ولا صغار ولا كبار انا درتهم موسطين ماشي صغار وماشي كبار صافيهم هادون نبدأ نقطع كما كتشوفهم هايا بالمسترة وكندير علامة ومن بعد كنا بدأ نقطعهم ماشي مشكل وخا ما يجيو شقاع كلهم بحل بحل ولكن يجو متقاربين من بعد ما درت علامات كان بدأ نقطع بالقطع هذه البيتزا كما كتشوفهم هايا كما كتشوفهم هايا كما كتشوفهم هايا كان سريت تقطع هذه البيتزا كامل ودوك الشوائب وزوائد كان نحيدهم ونوضحهم في بلاستيك الغذائي بشوفهم بشوفهم من ضبق جديد كان بدأ نقطع بدأ نقطع بالمسترة نهلم ونوضح هلامات ونبدأ نقطع على العرض كنقطع كل شيء ومن بعد نضيف الطريقة نضيف نفس الشكل نضيف المقلة الزيت نجده سخون ونقص عليه ونطيب على النار مهيلة ونرى طريقة طهي مقلعة كامل وضع الزيت ونقص عليه نضيف المقلة بوضع ونضيف الزيت ونضيف ملء الزيت ونضيف المقلة قلب مقلة ونقص عليه نحاول أن الجوانب يملك تبقى مني تنقص عليها تبقى هكاك عالية و ما تقوليش تهبط و اخاك تبرد ما تهبطش كما تشوفو معايا هاد الوحدة اللي هتشوفو معايا كيف اشترت ليها كنوضع بالمحيل قا فوقها الزيت على ما كتتنفخ و كنقلبها هنار على نار مهي لباش كتبقى ما قرمشة من داخلهم بره و ما كتهبطش و ما كتجيش ما كتلواش كتبقى شدة شدة الشكل ديالها و خاتبرد و كتبقى معسلة و مقرمشة سواء نسخونة او باردة كما كتشوفو معايا تنفخات لما عادي تحمار و عادي نقلبها هاد هي الطريقة ديال الطهي هاد هي الرغيفة اللي طابو كنحيدهم كما كتشوفو معايا من فوخين و مقرماشين هاد هي الرغيفة اللي حمارت كنقلبها طبعا نخصها مازالت حمار مازالت حمار و عادي نوضح طبعا رغيفة اخرى بعد ما قليت رغيفة ديالي و جيت العسل اي عسل عندكم انا هنالي العسل ما بقاليش العادي عندي هنالي عسل حر و كوكو مهرمش محمر و مهرمش انا عدا نجيب واحد الشيطان و نبدأ ندهن انا دهنهم غير مجيها واحدة باش ما يهزوش ديالي حسل بستف و انتم ممكن دهنهم مجوج الوجوه كان دهنهم من جيها واحدة و كان وضع فوقهم كوكو مهرمش او كوكو كون عندكم كونكاسي او لوز ايفيلي لوز كوكو ايفيلي جنجلان اي حاجة كتفضلوها و نبقى هكا كان دهن العسل و نوضح لها كوكو هكا الطريقة عاد نديرها الجامي رغيفة اللي هندي حتنسليهم وهذا هو الطبق النهائي نتمنى ان الاعجاب ديالكم الشيوة ديال اليومة و طبق ديال اليومة سهل اقتصادي ما كيهش بزفة لمقوينات و نتمنى ما كونش طولت عليكم شاركت معاكم جميع المراحل و الى اللقاء والسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اه 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 هنها يا اعم اوريتكم ش اه طريقة ديال اليومة اليومة اول هرماشة دياله انتم مخفيف وبصحة الرحاوة